موسيقى يسوع اتخذ جسدا هو حبل به من الروح القدس وولد بدون أب من أم فقط ما تورثش الطبيعة الساقطة مثلك ومثلي فهذا بيجعله إنسان بلا خطيه لم يعرف خطيه وبدون خطيه هو الشخص الكامل هو الشخص الوحيد الذي استطاع أن يقول من منكم يبكتني على خطيه تعرف أنه كل البشر حتى الإنبياء أخطأت واستغفرت من ربها واستغفرت مرارا وتكرارا أما المسيح أحبائي لا تجد عل فيه ولا خطيه فهو القدوس البار المنفصل عن الخطاء أحبائي من أجل هذا المسيح عنده الآهلي والكفاء أن يقوم في عمل الفداء لأنه إنسان أولا ثم هو إنسان كامل بلا عيب بلا خطيه ولأنه بلا عيب كفارته غير محدودة كفارته بتشمل كل الناس في الماضي والحاضر والمستقبل وهذه الكفارة لا يستطيع أن يقوم فيها ملاك أو أي شخص آخر لازم يكون شخص كامل وهذه الكفارة تستطيع أن تكفر أي تغطي وبنفس الوقت تستطيع أن ترضي الله وتستطيع أن توفي المطلب والعدالة الإلهية فالرحمة والمحبة اجتمعاه طبعا والعدالة والقداسة اجتمعاه صفات الله تعمل بانسجام الوحيد فقط شخص المسيح اللي استطاع أن يقوم بعملية الفداء اشتركوا في القناة